السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hi everybody, how are you doing? اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنرى كيف نستعمل because and because of في اللغة الإنجليزية Okay, let's get started هيا لنبدأ بالنسبة لbecause فتعني لأن تستعمل لإعطاء السبب ودائما يتبعها subject plus verb subject فاعل verb فاعل مثلا because I was sick I didn't go to school لأنني كنت مريضا لم أذهب إلى المدرسة وإما أن نقول I didn't go to school because I was sick لم أذهب إلى المدرسة لأنني كنت مريضا إما أن نبدأ بbecause في الأول ونضع فاصلة في الوسط وإما نضع because في الوسط ولا نضع فاصلة ولكي نثبت هذه المعلومة سنقوم بهذا الاختبار البسيط حاول أن تربط هاتين الجملتين بbecause good job نقول because I'm so busy I can't go out tonight because I'm so busy I can't go out tonight لأنني أنا مشغول لا يمكنني أن أخرج الليلة وبعبارة أخرى بالطريقة الثانية ممكن أن نقول I can't go out tonight because I'm so busy لا أستطيع أو لا يمكنني أن أخرج الليلة لماذا؟ لأنني أنا مشغول جدا because of تعني بسببي نقول because of يتبعها غالبا noun أو noun phrase يعني اسم because of plus noun مثلا because of the rain we didn't play football because of the rain we didn't play football بسبب المطر لم نلعب كرة القدم بعبارة أخرى طريقة الثانية we didn't play football because of the rain لم نلعب الكرة بسبب المطر كذلك إذا بدأنا because of نضع الفاصلة إذا جاءت في الوسط ليست هناك فاصلة في هذا الاختبار سنقوم باستعمال because of بنسبة the snow تعني الثلج our flight was delayed يعني رحلة الطيران الخاصة بنا أجيلة أوكي good job نقول because of the snow our flight was delayed بسبب الثلج رحلة الطيران الخاصة بنا أجيلة أو بطريق أخرى our flight was delayed because of the snow رحلة الطيران الخاصة بنا أجيلة بسبب الثلج بالنسبة لاختبار اليوم استعملنا because of لماذا لأنه لدينا اسم the coronavirus epidemic أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا كثيرا من خلال هذا الدرس وأضرب لكم موعدا آخر في درس قادم إن شاء الله وإلى ذلك من حين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته